اللغة العربية للصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول وهي كذلك مراجعة للصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي في فرع البلاغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي ضلبة وضلبات الثانوية العامة مرحبا بكم في شرح اللغة العربية للصف الأول الثانوي وهي بمثابة مراجعة للصف الثاني الثانوي والصفة الثالثة السنوية وبإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقها عز وجل سنواصل مع دروس لغة العربية حتى نتم شرح المنهج بأجماعي إن شاء الله تعالى معكم عصان محمد حسن عبد المولى معلم لغة عربية وتربية إسلامية كذلك حاصل على درجة الدكتورة في الأعقيدة الإسلامية ومع درسات عليا في تدريس لغة العربية للعرب والأجانب وللمزيد عني يمكنكم النظر في سيرة ذاتية أسفل الفيديو افتتاحية سريعة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وبعد جرت سنة الله في خلقه أن تكون معجزة الرسل فيما برع فيه أقوامهم فكانت معجزة عيسى عليه السلام في الطب الذي برع فيه قومه من بني إسرائيل في ذلك الوقت وقبله معجزة موسى عليه السلام كانت العصى واليد البيضاء لأن قومه من بني إسرائيل برعوا في السحر وهكذا كانت معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخالدة هي معجزة القرآن الكريم فلما أراد كفار الجاهلية من أبو الوليد بن المغيرة وهو من كبرائهم أن يكفكف عنهم محمدا صلى الله عليه وسلم ذهب أبو الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كنت تريد زواجا زوجناك خيرة بناتنا وإن كان بك مس من الجن التمسنا لك الأطباء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع مني يا أبو الوليد وكان أبو الوليد جالسا ومتجعا بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وغر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون حتى بلغا قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وهنا اشتد رواب الوليد بن المغيرة وقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكفكفا عن الكلام ومكفكفا معناها مانعا له عن الكلام يعني وضع إيد عليه على بقه مكفكفا عن الكلام ثم تولى إلى قومه وقال لهم والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو بالشعر ووالله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته وما يقول هذا بشر يا قوم اجعلوها لي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما يريد فإن يظفر بالعرب فعزه عزكم وجاهه جاهكم وإن يظفر به العرب فقد كفيتموه بغيركم فقالوا له سحرك يا أبا الوليد وهذا يوضح لنا عظيم بلاغة كتاب الله تبارك وتعالى ولقد اعتنى العلماء بالقرآن الكريم وتفسيره فظهر علم البلاغة ومن هنا كتبت هذه الصدورة تيسيرا على أبنائنا طلبة وظالبات الثانوية العامة البلاغة في اللغة البلاغة في اللغة هي الوصول للغاية والانتهاء للهدف المطلوب يقال بلغ فلان هدفه أي وصل إليه يعني مثلا انتم مثلا لديكم ظلاب الثانوي العامة منكم العازي تخلق كل يطب منكم العازي تخلق كل يطسيدره منكم العازي تخلق كل يطه أي كليا من كليا فإذا بلغ هدفه ووصل هدفه المطلوب إن شاء الله توصل بإذن الله إذا بلغ هدفه ووصل هدفه المطلوب هنا يكون قد بلغ غايته أما البلاغة في الاصطلاح فهي مضابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته وهذا معناه أن تتكلم مع الشخص بما يفهمه لعبارات سليمة وموجزة أقسام علم البلاغة علم البلاغة ينقسم إلى علم البيان علم المعاني علم البذيع ولكل منهم تعريف وفروع خاصة به وتفصيل ذلك كما يأتي علم البيان هو علم يبحث في وجوب مضابقة الكلام لمقتضى حال المخاطب وأحوال السامعين ويبحث في المعاني المستفادة من تأليف الكلام ونظمه وسياقه بمعونة القرآن فيتعرض لأساليب الخبر والإنشاء والإيجاز والإطناب والمساواة وغيرها من الأساليب يبغي تعريف علم البيان لم يجي سؤال يقولي ما هو علم البيان يبغي دول المطلوبين علم يبحث في وجوب مضابقة الكلام المقتضى حال المخاطب يعني وأحوال السامعين ويبحث في المعاني المستفادة من تأليف الكلام ونظمه وسياقه بمعونة القرآن الكريم يتعرض لأساليب الخبر والإنشاء والإيجاز والإطناب والمساواة وغيرها من الأساليب علم المعاني ويختص بعنصر المعاني والأفكار فهو يرشدنا إلى اختيار التركيب اللغوي المناسب يرشدنا لاختيار التركيب اللغوي المناسب للموقف كما يرشدنا إلى جعل الصورة اللفظية أقرب ما تكون دلالة على الفكرة التي تخضر في أذهاننا وهو لا يقتصر على البحث في كل جملة مفردة على حدة ولكنه يمد نضاق بحثه إلى علاقة كل جملة بالأخرى وإلى النص كله بوصفه تعبيرا متصلا عن موقف واحد النص كله يعبره كتلة واحدة عن موقف واحد بس عن موقف معين إذ أرشدنا إلى ما يسمى الإيجاز والإطناب والفصل والوصل حسب ما يقتضيه مثل الاستعارة والمجاز المرسل والتشبيه والكناية وأسلوب القصري وغيرها فهذا احنا نسموه علم المعاني علمه المعاني يقول لي ما يجيني سؤال يقول لي ما هو علم المعاني يكون الإجابة هو ما سبق علم البديعي وهو القسم الثالث من أقسام علم البلاغة ويختص بعنصر الصياغة فهو يعمل على حسن تنسيق الكلام حتى يجيء بديعا من خلال حسن تنظيم الجمل والكلمات مستخدما ما يسمى بالمحسنات البديعية سواء كان هذه المحسنات كانت لفظية أو كانت معنوية سواء اللفظي منها أو سواء المعنوي وإذا نظرنا إلى تاريخ وضع العلوم العربية نجد أن معظمها قد وضعت قواعده وورسيت أصوله في القرون الأولى من الإسلام وأولفت المؤلفات العديدة في فن التفسير والنحو والصرف والفقه وغيرها من فروع المعرفة وكانت البلاغة من أبضاء الفنون العربية في التدوين والاستقلال كعلم منفرد له قواعده وأصوله لأن المسائل كانت متفرقة بين بضون الكتب كما كانت مصطلحاتها غير واضحة بالصورة المطلوبة ولكن ليس معنى هذا أنها كانت مجهولة أو مهملة من الباحثين بل كانت موجودة لكنها غير مستقلة كانت موجودة لكن غير مستقلة نأتي الآن إلى الحقيقة والمجاز في لغة العرب إذا أراد شخص إيصال فكرة للسامع فإنه يستخدم تعبيرات وألفاظ محددة نحكم عليها بماذا؟ نحكم عليها بأنها إما تعبير مجازي أو تعبير حقيقي زي ما هو يتكلم أمثلة للتوضيح الفارس شجاع هذا التعبير تعبير حقيقي أن يتحدث عن الشيء كما هو بالضبط الفارس أسد هذا التعبير تعبير مجازي أي فيه جانب من الخيال لتشبيه قوة الفارس وشجاعته بقوة الأسد وشجاعته وعندما نقول القطار سريع فهذا تعبير حقيقي بينما عندما نقول أيضا الرجل كالقطار هذا تعبير مجازي أي فيه جانب من الخيال لتشبيه الرجل بالقدار أي في سرعته لكن الرجل ليس قدارا على الحقيقة لا في شكله ولا في سرعته ولا هيئته ولن يكون ولهذا يسمى يسمى تعبير مجازي أي أننا استخدمنا ألفاظا مجازية وخيالية لتوضيح فكرة السرعة ملاحظات هامة خلي بالك معاه كويس من ملاحظات دي إن السؤال يجي في امتحان على شكل ملاحظات اللي جاية دي عاجيني بطريقة منها هي بالزبط التعبير المجازي يكثر استخدامه في الكتابات الأدبية بينما التعبير الحقيقي يستخدم في الكتابات العلمية ممكن يجيني هنا سؤال مثلا قل لي التعبير المجازي يكثر استخدامه في الكتابات العلمية صح ولا غلط أو عندي عبارة خاضعة التعبير المجازي يكثر استخدامه في الكتابات الأدبية التعبير الحقيقي يستخدم في الكتابات الأدبية برضو عبارة خاضعة لأن التعبير الحقيقي يكثر استخدامه في الكتابات العلمية ثانيا تعبير مجازي هو بالضبط مثل التعبير البلاغي وهو نفسه التعبير الخيالي يبقى أنه عندي تعبير مجازي تساوي تعبير بلاغي تساوي تعبير خيالي وهذه الأمثلة توضح ذلك كما بالجدول الآتي تعبير حقيقي المعنى المقصود تعبير مجازي واحد الرجل ضويل المعنى المقصود هنا توضيح الطول لكن عندما نقول الرجل مثل النخلة فهذا به توضيح أكثر لضول هذا الرجل ومش معقولة حلق رجل زي النخلة بالضبط لكن عندما نقول هذا الرجل مثل النخلة فإن هذا التعبير يدل على قول هذا الرجل الحصان سريع المعنى المقصود هنا هو السرعة لكن عندما نقول الرجل كالحصان في سرعته فهنا شبهنا الرجل بالحصان في سرعته عندما نقول أيضا في التعبير الحقيقي الجندي شجاع فالمعنى المقصود هو الشجاعة لكن عندما نقول الجندي كالأسد فهذا يبين لنا شدة قوة هذا الجندي وعظم هذه القوة يوضح لنا عظيم قوة هذا الجندي عندما نقول مثلا الفتاة جميلة فالمعنى المقصود هنا هو الجمال يكون التعبير مجازيا أكثر عندما نقول الفتاة كالقمر فهذا يوضح لنا شدة جمال هذه الفتاة طريقة السؤال في الامتحان يقول لنا في السؤال في الامتحان وضح اللون البياني في كذا أو يقول وضح الصورة البيانية أو الخيالية أو الجمالية كذلك هناك ضريقة أخرى للسؤال يقول فيها اذكر الدلالة الفنية للتعبير يأتي السؤال بضريقة ثالثة فيقول استخرج لون بياني وبين نوعه واذكر دلالته أو وضح سر جماله من هنا نريد أن نتعلم أسلوب التشبيه أولاً أسلوب التشبيه أسلوب التشبيه هو أسلوب مجازي يوضح علاقة بين شيئين اشترك في صفة أو عدة صفات ويتكون من أربعة أركان الأركان التشبيه هي أربع أركان هنشوفوهم دلوقتي هي المشبه والمشبه به وأدات التشبيه ووجه الشبه الأربعة دلهم مشبه مشبه به أدات تشبيه وجه شبه نشوفوهم بالتفصيل دلوقتي أولا الأمثلة اللاعب مثل الحصان في سرعته الجندي كالأسد في شجاعته الرجل في ضوله كأنه النخلة الطفلة تشبه القمر في الجمال أركان التشبيه تفصيلا واحد المشبه هو أحد طرفي التشبيه ومن أركانه الأساسية ولا يتم التشبيه دون وجوده وهو الركن الأول في التشبيه وهو على الترتيب في الأمثلة السابقة اللاعب الجندي الرجل الطفلة اتنين المشبه به هو الضرف الآخر للتشبيه وركن الثاني الأساسي فيه ولا يصح التشبيه بدونه وهو الذي تنسب صفة من صفاته إلى المشبه وزي ما احنا هنشوف لو تحذف المشبه به أو المشبه حيث يتغير ما يبقى تشبيه أصلا يبقى استعارة إما مكنية وإما تصريحية زي ما هنشوفه من بعد فلذلك الركنين الأساسيين في التشبيه هما هما المشبه به وقبله المشبه يبقى التشبيه لا بد يكون فيه مشبه ومشبه به المشبه به هو الضرف الآخر للتشبيه وركن الثاني الأساسي فيه ولا يصح التشبيه بدونه وهو الذي تنسب صفة من صفاته إلى المشبه حيث تتضع هذه الصفة في المشبه به بدرجة أكبر منها في المشبه والمشبه به في الأمثلة السابقة هو على الترتيب الحصان الأسد النخلة القمر الحصان الأسد النخلة القمر هؤلاء هم المشبه به في الأمثلة السابقة أداة التشبيه رغم ثلاثة فركان التشبيه أداة التشبيه وهي اللفظ الذي يدل على معنى الشبه مثل الكاف وما جاء بمعناها وتأتي لفظا أو تقديرا وهي ألف قد تكون من الأسماء مثل مثيل شبيه نظير محاكي إلى آخره إلى آخر هذه الكلمات التي تأتي بمعنى المثل أو الشبه باء وقد تكون من الأفعال مثل يشبه يحاكي يناظر يماثل وقد تكون من الحروف رغم تا وقد تكون من الحروف التي تستخدم في التشبيه وهي كأن الكاف وكأن هم الحرفين دول هم الذين يستخدمان في التشبيه ويمكن حذف أداة التشبيه أو وجه الشبه أو يحذف الاثنين معا يبقى أنه في التشبيه ممكن يتحذف عندي أداة التشبيه أو وجه الشبه أو يحذف الاثنين معا لكنه كما ذكرنا الركنين الأساسيين في التشبيه هما المشبه والمشبه به لازم تذكره هما اتنين دولهم اتنين دول لازم تقوله هما اتنين أربعة وجه الشبه وهو الصفة أو الصفات المشتركة بين المشبه والمشبه به وقد يحذف وجه الشبه وحده أو مع الآداء أقسام التشبيه يقسم التشبيه إلى الأقسام الآتية 1- تشبيه تمثيلي هو التشبيه الذي يكون فيه وجه الشبه منتزع من متعدد سواء كان التشبيه حسياً أم غير حسي كقول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم في هذه الآية نجد أن التشبيه عبارة عن مشبه مثله المولى عز وجل بعدة أمور أو ضرب له مثلاً منتزع من عدة أشياء فضرب الشبه هنا بي أو مثله بحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحبه لدي حبة ولدي سبع سنابل ولدي في كل سنبلة ما تحبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الآية فهنا أجد أن التشبيه منتزع من عدة أشياء عدة أمور صورة منتزعة من متعدد فيسمى التشبيه في هذه الحالة تشبيه تمثيل اثنين التشبيه المفصل وفيه يذكر أركان التشبيه الأربعة كاملة المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه مثل محمد كالأسد في الشجاعة محمد كالأسد في الشجاعة فهنا ذكرت المشبه محمد وأداة التشبيه الكاف والمشبه به الأسد وجه الشبه في الشجاعة ثلاثة التشبيه المؤكد وهو التشبيه الذي تحذف منه أداة التشبيه مثل محمد أسد في الشجاعته محمد أسد في شجاعته وهنا نجد أن التشبيه قد حذفت منه أداة التشبيه فهذا يؤكد تشبيه محمد بالأسد هذا يقوي أن محمد شجاع قوي الشجاعة محمد أسد في الشجاعته أربعة التشبيه المجمل هو التشبيه الذي لا يصرح فيه بوجه الشبه وما لازمه مثل قولنا العلماء مثل النجوم هنا نجد أن التشبيه لا يصرح فيه لا بوجه الشبه ولا ما لازم هذا الوجه من التشبيه يعني لماذا هم كالنجوم فنقول العلماء مثل النجوم لم نذكر السبب أنهم لماذا مثل النجوم فلم نذكر وجه الشبه كذلك ما لازم هذا الوجه ما هي الصفة التي تتضح في النجوم جعلت العلماء كالنجوم هذا وجه الشبه وما لازمه خامسا أو خمسة التشبيه البليغ هو التشبيه الذي حذف فيه وجه الشبه وآداته فيحتوي على مشبه ومشبه به فقط تشبيه بليغ يعني حذفنا منه إيه واجه الشبه وآدات التشبيه فيحتوي عليه مشبه ومشبه به فقط ومن الأمثلة عليه قولنا العلم نور العلماء نجوم فعندما نقول العلم نور هنا يعتبر هذا التشبيه من أهم أنواع التشبيه وأكثرها بلاغة ومبالغة لماذا؟ نظرا لأن هذا التشبيه يوجد له ادعاء قائل بوحدة الطرفين هذا التشبيه في ادعاء بيقوله أنه الضرفين دولهم ما تنصروا حاجة واحدة بس العلم ونور يعني تبقي العلم نور اتحد الضرفين تماما ما فيش هذا التشبيه والوجه الشبه يتميز هذا النوع من التشبيه عن غيره بالإيجاز نتيجة غياب وجه الشبه وآدات التشبيه عنه وهذا الإيجاز جعل ذهن السامع يبذل مجهودا كبيرا بحثا عن مجموعة صفات المشتركة التي كان من الممكن أن تكون بينهما وسمي بليغ لبلوغه درجة عالية من الحسن والقبول عند البلغاء ومن الأمثلة عليه قولنا أخلاق الصالحين نسيم أخلاق الصالحين نسيم ستة التشبيه الضمني التشبيه الضمني هو التشبيه الذي يخلو من المشبه والمشبه به ولا يصرح بهما بأي صورة من صور التشبيه المألوفة إنما يفهمان من المعنى ويؤتى بهذا النوع من التشبيه لبيان أن الأمر المسند إلى المشبه ممكن ومعقول ولتفسير ذلك نذكر أن الكاتب عندما يرغب بالتعبير عن أفكاره يلجأ إلى أسلوب يوحي بالتشبيه دون أن يذكره بأي صورة من صوره المتعارف عليها طيب ليه الكلام ده هو؟ ذلك رغبة منه بالإتيان بأسلوب أدبي يتسم بالجمال والإبداع إضافة إلى سعيه إلى التجديد وإثبات الدليل على الحكم المسندي إلى المشبه يودي السبب منه ما ظهرش إيه؟ ما ظكرش لم يذكر التشبيه على الأوجه المعروفة هذا هو السبب وإثبات الدليل على الحكم المسندي إلى المشبه بإمكانية الحدوث وذلك بإخفاء أركان التشبيه والوصول بالنص إلى درجة عالية من البلاغة ومثال على ذلك قول الشاعر أبي فراس الحمداني سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر تضمن كلام الشاعر هنا تشبيها غير صريح فهو يشبه حاله عندما تذكره أهله وقد ساءت أحوالهم واشتدت مصائبهم ولم يجدوه بحال البدر يعني هو زي القمر هو زي البدر يعني الذي يفتقد عندما تشتد العتمة فهو لم يصرح بهذا التشبيه وإنما ضمنه بهذا المعنى كحجة على إمكانية حدوثه وفي النهاية أبنائنا وبناتنا طلبة وظالبات الثانوية العامة انتظرونا مع شروحات مقبلة بإذن الله تبارك وتعالى حتى تنتهي مادة البلاغة بعد ذلك الكثير والكثير من الأسئلة المجابة إن شاء الله تبارك وتعالى وكل امتحانات السابقة بمشاة الله تبارك وتعالى وإلى اللقاء في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته